في الوقت الحالي في تغيير كبير جدا في ثقافة الشباب ودي حاجة مهمة في البعض لسه مهتم بالوظيفة التقليدية العادية اللي هتحقق ليه مصدر دخل ثابت وآمن خلال مشواره في الحياة وطبعا زي ما بنقولني الوظيفة مش هتكبر حد بالشكل المتعارف عليه مش هتخلي حد غاني في الآخر لكن في كتير من الشباب عندهم طموح أكبر من كده بكتير وأعلى فيه وهم بيخططوا المستقبلهم الشباب عاوز يعمل مشاريع خاصة به شباب بيدوروا عشان يكونوا هم المتحكمين في الإدارة وفراس المال كمان يا من أكيد الطموح الكبير محتاج برضو يعني الأدوات والخبرة وإن حد يكون بيعرف يخطط وإنه يكون كمان قلبه جامد يا ترى الشباب تقدر فعلا أنها عندها المصافات دي ولو قدروا إزاي يقدروا يوصلوا لمرحلة الاستمرارية إزاي يقدروا يوصلوا لمرحلة النجاح وبعده يستمروا في النجاح ده الخطوات اللي ممكن تساعد على أن احنا نقدر نأسس مشروع ناجح سألة كتير هنجاوب عليها دلوقتي معظفنا في الستوديو الدكتور محمد عطية استشاري إدارة الأعمال والتسويق صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا فنة صباح الخير يا دكتور صباح الخير يهلا بيك يا فنة الحياة كلها قيمة على النظام وعلى التخطيط فأنا النهاردة لازم أنا كرائد أعمال أو أنا عايز أنا أبقى صاحب عندي شغل أو بيزنس أو صاحب عمل لازم أكون فاهم وعارف أنا رايح فيه قبل ما حط رجلي في أي مكان لازم أنا أبقى أعرف المكان اللي أنا رايح فيه لأن يعني فكرة بتاعة ريادة الأعمال أولا أنا أبقى صاحب مشروع فكرة جميلة وبرقة وبتشد الناس كتيرة قوي فبتخلي الناس تروح في حتة وبعد كده ما يعرفش يرجع فلازم النهاردة كمان فيه عندنا أفكار مش سليمة عن ريادة الأعمال أو صاحب البيزنس اللي أنا النهاردة ممكن أي حد يفتح بيزنس وهينجح إن فيه بعض المشاريع بتنجح الناس كلها بتاكل مشاريع الغذائية عمرها تقولت الجملة اللي بتتقلش غيرها الناس كلها مش بتبطل أك فعلا الناس كلها وبعد كده فيه مشاريع كتيرة أو ما بتسمعيش عنها بعد كده دايما مشاريع أكل مشاريع أكل ودايما إحنا الزاكرة بتاعتنا بتذكر الناس الناجحة فقط اللي بيطلع بره السوق ده بننساه ومن الأفكار التانية عن المشاريع إن اللازم اللي بيعمل المشروع لازم يكون معاه فلوس كتيرة يكون رجل أعمال طبعا بيقولوا الفلوس بتجيب فلوس خلينا برضو نكون الناس دايما تقول كده الفلوس بتجيب فلوس فأنا أخاف أخش في أي مشروع لأن رأس المال بتاعي ما يساعدنيش ريادة الأعمال كمان إن فيه مشاريع كتيرة قوي بتتواجد في الحياة وبتختفي بعد فطر يعني الدراسات بتقول إن 80% من المشاريع بعد 5 سنين بتطلع بره السوق وبتختفي 20% بس اللي بيكمله وال5 سنين التانين 80% من المشاريع بتطلع بره السوق يعني في النهاية 80 من العشرين يعني لو أنا النهاردة في 100 مشروع ابتدى النهاردة كمان 10 سنين 4 مشاريع بس اللي هيكمله أوكي علشان المشاريع اللي خرجت دي لم يكتب لها النجاح علشان هي بقت أو بقت بره احتياجات السوق ولا علشان مكتش درسة فمعرفتش تستمر ففي حاجات بتبقى وقتية وبتبقى مناسبة جداً وبعدين خلاص مالناس مبتبقاش محتاجات أنا كصاحب بقى عمل لازم تبقى عناية في وسط راسي يبقى تابع حاجتين تابع احتياجات العملاء لان في مشكلة كبيرة جداً بتواجه المشاريع الصغيرة ان صاحب العمل بيبقى عنده فكرة مقتنع بيها قوي وعجبة جداً وحلوة قوي بس مش السوق هو اللي عاوزه ولا الزبون هو اللي عاوز كده فلازم النهاردة قبل ما انا فكر ألعب لعبة كده أروح أحط نفسي مكان الزبون الرجل اللي حيشتري الخدمة أو السلعة بتاعتي هو مبسوط منها حبها طب ممكن يكون أنا زوقي مختلف عن الناس وهو برضو فكرة الأزواق كمان مختلفة طبعاً لو أنا حطيت نفسي مكان الزبون مش كل زبون بيتوافقه مش كل الزبان بتتوافقه برافو علي ما أنا عشان كده مش هسأل واحد بس أنا هسأل بقى المجتمع اللي أنا هنشر وهطلع فيه السلعة بتاعتي اللي احنا بنسميه بحوث السوق ساحنا بنقوله بطريقة بسيطة أسأل حضرتك أسأل منا أسأل الناس اللي موجودين حوالي مش الناس اللي بتحبني بس الناس فعلاً المستخدمين لازم أبقى عارف أنا بتارجت مين أو أنا بكلم مين أو سلعيتي دي متجهة لمين ولا أعمل دراسة كده على عين عشوائية بقى من أي حد وخلاص طبعاً من أهم نجاحي الفئة المستهدفة الناس اللي حتشتري مني المنتجات مش عايزين نقول كلام كبير وصعب بس نقوله بطريقة بسيطة أنا النهاردة هعمل أكل مثلاً صحي هم مين اللي هيشتروا الأكل الصحي مني الناس اللي بتلعب رياضة طب الناس دي بتقعد فين أو بتتواجد فين في مكانين في الحياة الناس بتقعد فيهم دلوقتي حقيقة على أرض الواقع بتقعد في الجماد في الأماكن النوادي في مراكز الشباب وفي أماكن تانية على التليفونات على السوشيال بلاتفورم على مواقع التواصل الاجتماعي لأن الحياة دلوقتي بقت إلكترونية فنلازم أنا أدرس السوق وأعرف الناس الزباين بتوعي هم مين كمان أدرس المنفسين ده من أهم الحاجات من أهم الحاجات كمان اللي أنا النهاردة أنا مش عايش لوحدي في السوق لأن السوق كلمة السوق دي أصلا هي عبارة عن حاجتين عبارة عن زبون وعبارة عن منافس لأن المنافسين مش هيسبوني أنا النهاردة بقعد أدور واشوف اللي حوالي عامين إيه ونجاحي في نجاح المشروع اللي أنا بص على المنافسين بتوعي بيشتغلوا إيه لأن الأفكار دلوقتي مفيش أفكار جديدة حد هيعمل أفكار جديدة العجلة تم اكتشافها خلاص فالفكرة اللي أنا لو عاوز أنجح مشروعي بطريقة صحيحة لازم أعمل كوبي بيست أقص والزق وحط بصمتي أحط وجهة نظري أنا أحط الجديد اللي أنا بقدمه زي ما بنقول طبعا لأن خلينا متفقين إن المصادر بتاعة أي حاجة أنا بباحها في الحياة هي المصدر بتاعها واحد يعني لو بجيب سلعة السلعة مصدرها من نفس التاجر من نفس لو بقدم خدمة الناس كلها بتقدم خدمة فعلشان كده لازم هيودينا الحتة لنا لازم يبقى عندي ميزة تنفسية فحر عندي حاجة تميزني اللي هي بصمة الصبعة ربنا بعزته وجلاله خلق كل مليارات البشر اللي موجودة اللي كانت موجودة واللي اللي لسه جاية كل واحد دي بصمة صبعة فلازم المنتج بتاعي والمستحضر أو الخدمة اللي أنا بقدمها أحط أنا بصمتي أنا عليه الكلمة الأشهر لما بنلاقي مفيش تلقف أو نلاقي فرق أسعار كبير أوي سواء في الخدمة أو في السلعة تقال لك أصل الكواليتي مختلفة الجودة مختلفة المواد الخامل المستخدمة هنا مختلفة تماما هل فكرة إن إحنا دايما نتكلم في إن فاروق الأسعار الكبيرة جدا مش اللي ممكن تكون قريب دا دايما لازم نحطها على شماعة فرق الجودة وفرق المواد المستخدمة ولا فعلا الجودة والمواد المستخدمة بتفرق جدا في السعر وهنا نهاردة أنا عاوز أكمل في مشروعي عايز مشروعي ينجح فأنا لازم أسدم أحسن حاجة للزبون بتاعي لازم أقدم أحسن جودة والفكر دلوقتي والاستراتيجيات اللي الناس بتشتغل بيها حتى لو أنا مشروعي صغير وعلى قدي الحاجة اسمها القيادة في التكاليف اللي أنا حاول أوفر وأحاول أقدم أحسن جودة وأحسن كواليتي للزبون بتاعي وللمستهلك بتاعي وبقالي تكلف مع عشان أقدر أكمل ونافس فموضوع الجودة أنا لازم أهتم بالزبون بتاعي صح ونفس العكس اللي أنا معليش توقعاته أقول له المنتج ده أو المستحضر ده أو شركتي بتعمل بتطير فوق السحاب وفي الأول وفي الآخر لما يجي يستخدمه يلاقي أي كلام حتى لو كان عادي وهو متعود عليه عشان أنت رفعت سقف توقعاته فراجل كان مستاني أنه ينبهر فهو لقى الموضوع عادي فمش يجي لك تاني طيب أنا بس وكنا نتكلم في المقدمة عن أن الشباب ينقسموا إلى نصفين فيه فريق من الشباب يفكر أنه هو أول ما يتخرج يدور على الوظيفة ويشتغل الشفت بتاعه وبيشتغل من الساعة 8 للساعة 10 أي أن كان يعني بيشتغل مدة ساعات قد إيه الناس دي بتميل أكتر إلى الاستقرار الوظيفي عايزين يفضلوا مكملين في شغلهم بالشكل ده لكن هيبقى مرتب ومن المعروف إحنا دائما نقول إن عمرك ما هتغتيني وانت بتشتغل شفت طول ما إحنا شغالين زينا كده الشفتات دي معروفة يعني بتشتغل شفت في مكان فده ده جزء أو ده فريق من الشباب فيه فريق تاني دماغه بتبقى متوجهة للبيزنس أكتر لا أنا عايز أفتح مشروع أيا كان المشروع ده أي الفريقين أصح هم الفريقين على حق على فكرة بس إحنا إزاي بقى نبتدي نفكر في مشروعنا يعني اللي اتنين بيفكروا واحد بيفكر في سياسة الاستقرار لهو ياخد مرتبه آخر الشهر ومعودش أفكر ولا وجع دماغي ولا دخل في نفسي في ريسك ولا أتعب نفسي في أفكار وحكايات أنا بشتغل وباخد بالأسباب وبتعب والثمان ساعت وبروح هناب باخد مرتبه وده على حق ومش كل الناس هتبقى أصحاب أعمال لإن لو كل الناس عندها أصحاب أعمال مال مين اللي هيشتري صح ومين هيشتغل الفريق الثاني عنده طموحات زي الفريق الأولاني بالزبط بس أفكاره مختلفة شوية اللي أنا النهاردة ليه أشتغل عند غيري أنا مجهودي ده أقدر أعمله بس فيه غلطة بنعملها إحنا كلنا كموظفين اللي أنا النهاردة بحس اللي أنا تقني أو عندي مهارات في مهارة معينة جوه الشغل اللي أنا بعرف أشتغل على الفوتوشوب بعرف أشتغل بقطع حاجة بعمل حاجة فنية شاطر فيها فأنا بشوف نفسي اللي أنا من حق اللي أنا يبقى عندي مشروعي الخاص ودي بتبقى نقطة فارقة لكن هل أنت تقدر تجدير ولا لأ لأن صاحب العمل أو صاحب المشروع هو ثلاث شخصيات في بعض أول واحد الرجل الريادي اللي هو بيفكر عايز يوصل لأسواق وعاوز يكبر شغله وعاوز يوصل لناس وعاوز وعاوز بيدور على التغيير على طول والتاني واحد المدير اللي عايز ينجز أعمال كتيرة بس عايز استقرار مش عايز دوشة بقى مش عايز كل شوية تغيله وتتغيله الاستراتيجيات والأفكار وفيه التالت اللي هو التقني اللي هو بيحاول يحسن الكواليتي بتاعة المنتج ويظهره بشكل كويس اللي فوقيه عاوزوا ينجز عاوز الكميات اللي بجودة كويسة الراجل صاحب البيزنس أو صاحب العمل هو التلت شخصيات فانا لو انا شاطر في حاجة قوي وتقني وباشتغلها بايدي لازم افكر ونمي مهاراتي عشان اخد المهارتين اللي فوق صح اللي انا اطور من نفسي وابقى مدير لان انا لو اشتغلت النهاردة انا بقى بقيت صاحب عمل واشتغلت رحت اشتغلت موظف في شركتي يبقى انا عملت ايه يبقى الموضوع قايم علي انا لو انا سبت الشغل او انا حبيت اصيف او حبيت اخد يوم اجازة او حبيت البيزنس هيوقف الشغل هيوقف فلازم الشغل يدور من خلالي رمان الاستمرارية برافو عليك من افكاري من رؤيتي والرؤية دي مش موجودة عند اي حد جوابا بقى على سؤال حضرتك عشان ما يعني نقفله اللي انا ممكن اعمل الاتنين مع بعض اللي انا ااخد فطرة من حياتي لمدة 3 ل 5 سنين اتعلم واشتغل في شركة اعرف اه وابتدي اكبر شغل صغير ابتدي عندي فكرة ابتدي استقطع في نهاية اليوم بالليل ساعة نص ساعة ابتدي اكتبها اعملها وبعد كده ابتدي فيها الساعة دي تبقى ساعتين تبقى ثلاث اول ما حس ان البزنس اللي هو بتاع بالليل ده كبر وممكن يقف على رجليه والشغل بتاع الصبح مضيع لي وقتي النقطة دي نقطة فارقة اسيب شغلي بقى بتاع الصبح وروح هتفرخ بس القرار صعب اخد بالك طبعا ده حاجة مش سهلة خالص بس انا مش هعملها في يوم وليلة انا قلت لحضرتك من 3 ل 5 سنين يعني القرار ده انت مش هتاخده و3 ل5 سنين ده رقم تقريبي بيختلف من شخص الاخر ومن قوة الشغل اللي هو بيعمله لغيره ومن ثبات السوق اللي هو شايفه لغيره مظبوط ولا لا ده رقم كلامك صح بنتعامل معه لان صوبعنا مش زي بعض في واحد بيقدر ومشروع مختلف وفكرته مختلفة طيب زي ما نقول كده مش عايزين نقول انها موضة لكن دلوقتي اغلب الشباب بيقولك لا 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 انا وظيفت ايه يا عم انا صاحب مشروع فكرة ريادة الاعمال قائمة على ان احنا فعلا بنتطلع شخص منتج وبنتطلع حاجة بتضفلنا يعني بتعملنا قيمة مضافة ليه الوضع كله ولا احنا طلعين بس عشان يتقال علينا معانا التايتل او معانا العنوان او معانا المصطلح بتاع انا رائد اعمال وانا عندي شركتي حلوة الشباب بتوعنا شباب شاطر وجدع هيو موضوع بيبتدي الاول اللي انا عايز يبقى البزنس كارت بتاعي يبقى انا صاحب عمل او صاحب بزنس بيبتدي كده وفاكر اللي انا اول ما عملت الكارت ده انا حلم بقى الفلوس الامور هتمشي يعني بمنتهى البساطة فبكتشف لأ ده انا محتاج اللي انا ابزل الكثير من الوقت والمجهود والتعب عشان مشروع ينجح وعلشان كده انا بقى ببتدي اقوم بقى ادوار كتيرة قوي بكتشف في الاخر اللي انا كنت زمان بشتغل ثمان ساعات وبروح نام وقفل تليفوني دلوقتي بشتغل اربعتاشر وخمساشر ساعة صح لان هو بقى مشروعنا بقى لي مشغول على طول حتى بعد ما بخلص الشغل بتاعي الرسمي ما انا برضو ليه فترة شغل في الشغل بتاعي بروح بقى لي مشغول باللي بيحصل هو بقى ما فيش فترة شغل خلاص انت خلاص انت مشغول بشغلك ايوة لان ده خلاص بقى بتاعك طب ده خلينا نتطرق الى الصفات الشخصية في الشباب اللي المفروض ان هم قرروا ان هم يتاجهوا لهذا النوع من الشغل الى البزنس الخاص هل في صفات شخصية وهل التربية ليها عامل في ده؟ طبعا الاحساس بالمسئولية دي حاجة من الحاجات المهمة اوي اللي انا كصاحب بزنس او كصاحب شغل او صاحب عمل الموضوع اي من الاول على فكرة لازم يكون عندي فكرة وزي ما قلت لحضرتك اقص والزق مش عيب بس حط بصمتي فعندي فكرة وتاني حاجة ابتدي اشوف قدراتي لان الناس كلها عايزة تبقى شركة عالمية والشركات العالمية الكبيرة اللي احنا حوالينا دي كلها بصها ما ابتدتش عالمية صح ابتدت بحاجة صغيرة وعندك الامثلة كتير قوي ان كل الناس كان قاعد في مكتب صغير في تحت جراش وبعد كده بقى راجل عنده في رقوعه يعني الفلوس ما بتجيبش فلوس؟ الافكار بتجيب افكار يعني اللي ابتدى في شركة صغيرة يقدر يطلع لكن اللي ابتدى بفلوس كتير مش هيبتدي يتحرك أسرع اللي هيبتدي بفلوس كتير عنده موارد بتاعته مساعدية على حسب الشخصية بس انا عايزة اقولك حاجة ان الافكار بتجيب افكار والافكار بتجيب فلوس وتجيب علاقات وتجيب شغل اكتر وعلى المادة البعيد تكبر والدنيا تبقى حالة صحيح وانت بتدرب مسأل دلوقتي بالناس اللي كانت عندها شركات كانت صغيرة وبيقولوا كانت حاجات صغيرة وبدأوا دلوقتي يكبروا ويعملوا فروع وشركات تبقى عالمية احنا قدامنا نموذج حاصل في مصر عندنا عربيات الفول فيه ناس كان عندهم عربيات الفول في البداية ودلوقتي يبقوا فاتحين سلسلة مطاعم في أماكن كتير فيه شباب كانوا عملوا فكرة وقد ظهرت من فترة قريبة ان هم بيعملوا عربيات فول في شهر رمضان بس بيجوا يعملوا عربيات فول في أماكن كتير جدا لكن ده بيكون في شهر رمضان بس للصحور بدأت معهم الفكرة من هنا والشباب بدأوا يكبروا المشروع بدل ما بقى في مكان واحد بقى في مكان واثنين وثلاثة في القاهرة وفيه ناس استمرت منهم وعملت مطاع ده بقى يوديك لفكرة أبعد من كده بقى اللي انت مهما كبرت عربيات الفول خلينا في المثال الجميل ده مش هتقدر تغطي كل حتة في الدنيا فتبتدي تعمل حاجة اسمها حقوق الامتياز يعني حقوق الامتياز اللي احنا بنسميه الفرانشايز ايه الفرانشايز ده؟ اللي انت لازم النهاردة عربيات الفول دي تبقى ماشي على سيستم مكتوب ومعروف وغاد ما يبقى لها اسم وبعد ما يبقى لها اسم اروح انا ادي الافكار دي لناس تانية تاخد نفس السيستم اللي انا ماشي بيه ده وباسمي اول ما بيحصل الفرانشايز اول ما الحاجة المميزة دي بتفقد تمييزها بشكل او باخر الحاجة بعد ما بتبقى فيها لمسة شخصية وانسانية والشخص عاملها بايده لو هي حاجة في الاكل بتبقى بنفس كده زي ما بنقول عليها باللغة الدرجة اول ما الناس تبتدي تاخد افرع او توكيلات ليها حتى وان كانت كبيرة وحتى وان كان الاسم بيبقى جاذب لكن بتفقد الميزة بتاعت انها مش عارفة اقولها ازاي بس شخصية يعني فيه اللمسة شخصية طب نسأل نفسنا ليه كده لان الاصل ما كانش مكتوب كويس المتابعة ما كانش مضبوطة ما دي ادارة بقى فانا محتاج اللي انا احط بيز قوية ومكتوبة و الشخص اللي بياخد بقى الحق اللي امتياز ده يمشي على اللي انا بقوله وكتبه زي ما قال الكتاب فدي فكرة من الافكار اللي انا اتكبر بها ده ما يقتنش الابداع ماهونا انا ابدع لو احنا نظلنا ماشيين بالوصفة بالزبط بالتفاصيل بالزبط ده مش بيعمل بيفقد الشخص اللي عامل الشكل الجديد اللي هو يبقى مبدع احنا بيفكر مع بعض لا برفع عليك بس هي الفكرة في ايه ما انا فكرت كتير بقى ما انا عايز وصلت المرحلة لان هقولك حتة حلوة ان الشركات بتعدي بتلات مراحل في حاجة اسمها دورة حياة الشركات ان المرحلة الاول مرحلة الطفولة الشركة لسه بادية وصاحب الشركة شايف ان الحياة وردية او الشاب الجميل وحاس اللي هو هيبقى غني والدنيا هتبقى كويس والدنيا هتبقى جميلة وكل حاجة حلوة تاني حاجة مرحلة اللي هو يبتدي المراهقة ان الشركة دي تبقى في مرحلة المراهقة كبرت شوية بس ايه لسه ما وصلتش للنضوك لما بوصل للنضوك أنا بقى في مرحلة خلاص أنا بقيت في حتة حلوة فأنا مرحلة اللي أنا ألم بقى شوية الفلوس وشوية الأفكار اللي أنا صرفتها وعملتها طيب دكتور محمد لو أنا فتحت مشروع أنا شاب ولسه متخرج ودخلت وخطت هذه التجربة وفتحت مشروع لكن لم يكتب لها النجاح وفشلت في الحالة دي أدور على وظيفة ولا ممكن أعيد تفكيري مرة تانية في أن أنا أضيف حاجات للمشروع اللي كنت أعمله أو أن أنا أتجه لبيزنس تاني خالص يعني مشروع تاني خالص غير اللي أنا كنت أعمله هو فيه جزئيتين مهمين قوي أن معنى اللي أنا فشلت في حاجة مش معناها اللي أنا فشلت اللي أنا مكنش عندي الأدوات السليمة وأخطأت أخطأ فلازم أتعلم من الخطأ اللي أنا أخطأت فمش الصح اللي أنا أرجع للوراء بس الصح اللي أنا مغلطش الغلطة دي تاني ولو أنا دارس وفاهم وعارف أنا الطريق اللي أنا ماشي فيه بطريقة سليمة مش هوصل لمرحلة اللي أنا أقع وافشل لأن دراسة السوق دي من أهم الحاجات دراسة المنافسين من أهم الحاجات دراسة الزباين عايزة إيه والعملاء عايزين إيه من أهم الحاجات فأنا ما وصلش لمرحلة اللي أنا أفشل وحتى لازم كمان أطور في المنتج بتاعي يعني بتاتبع ربيت فول وبعد كده أحط جنبه حاجة تاني بطاطس بطاطس بتنجان انت جوعت ولاي فنبتدي أيوة نبتدي نطور من الفكرة بتاعتي واحدة واحدة بحيث اللي النهاردة احتياجات الزباين الحياة فيها تغيرات كل يوم فأنا لازم أواكب التغير ده بشكل كبير فلو أنا عملت كده مش هطلع برسوق ولا مشروع إن شاء الله مش هيفشل بإذن الله بأمر الله كل شكرا لك الدكتور محمد عطية استشاري إدارة الأعمال والتسويق نورتنا وشرفتنا وفتحت لها أفكار كتير أتمنى أنها تكون زي ما كانت مفيدة لنا تكون مفيدة لمشاهدين كمان أنا بشكرك شكرا جزيلا فان